من مقاصد الحج تحقيق العبودية لله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الحج هذا كيف ترك الوطن والتجرد من الثياب والتواضع لله ترك الشهوات حتى المباحة يعني طيب النساء شهوات مباحة بس أنت تركها لله كيف لوح تعرض يترك لله مباحات حيطلع متربي أنه من باب أولى يترك المحرمات وإذا هو يقول لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة لك يا رب كذلك فإن يعني كل التنقلات من الطواف تقبيل الحجر رمي الجمار الوقوف بعرفة المزدلفة المبيت حلق الرأس هذه كلها فيها تعبدات مبنية على الاستسلام لله